مجلس النواب ما يحدث في مدينة حلب السورية من مجازر جماعية واعتداءات وقتل الأطفال من قبل النظام السوري وميليشياته وحلفائهم وفق أعضاء مجلس النواب على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016 على مساءلة أربع وزراء فيما لم يحدد أعضاء المجلس في هذه الجلسة طريقة المساءلة ما إذا كانت استجوابا أو سؤالا أو تشكيل لجنة تحقيق أو غير ذلك طبعا وجهات النظر هذه وجهات نظر قانونية نقدرها ونحترمها وأعتقد بأن النقاش القانوني يرتقي بعمل المجلس والأهم من ذلك أن يتم التوافق على وضع آليات وحلول ناجعة تضمن لا يتم تجاوز أو التطاول على المال العام بأي شكل من الأشكال تمت الموافقة على مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها كما اتفق الأعضاء على مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي كما توافق على مساءلته عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري استعرضنا أهم التجاوزات الموجودة في التقرير وناقشنا الموضوع بإسهام مع أعضاء الحكومة اللي حضروا وإن شاء الله تعالى خلال طبعا الأيام القادمة رح نجد أو نتوصل إلى حلول إن شاء الله تعالى تكون سريعة لإيقاف الهدر العام في أموال الدولة والوقوف أمام أي تجاوزات فردية رح إن شاء الله تعالى حتى لو تطور الأمر إلى تحويلها إلى النيابة العامة ثم القضاء وكان هناك العديد من المخالفات الجسيمة اللي وردت في هذا التقرير ومن ضمن هذه يعني من أعظم من أكبر مخالفات اللي نحن نشوفها كلش مهمة اللي هو الدين العام وطريقة وجود قانون للحد من تجاوز الدين العام أكثر من 60% طبعا مجلس النواب قرر هذا القانون ولحد الآن ما رجع إلى مجلس النواب وكذلك هناك التصنيف الاعتماري من مملكة البحرية رح يتأثر مثل ما تعرفون وصل الدين العام إلى 9 مليار دينار حتى نهاية 2016 أي ما يعادل من 39% على الفوادل على الدين العام أي ما يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يكون هناك تضخم على الدين العام يصل إلى 486% التضخم على الدين العام كما سيسائل المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في التقرير بحسب وصف النواب على وتنعلى مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية ولا يوجد هناك أي مخالفة دستورية أو قانونية على وزير المالية نحن دائما نستخدم المهنية في الطرح والاستجواب والسؤال أيضا النائب لا بد أن يكون مهني في هذه الطروحات في بعض الأحيان بعض النواب يعني يكونون متحمسين لأنهما يبدون ملاحظات سلبية على هذا التقرير ولكن أنا أجد التقرير بمهنيته وموضوعيته هو خطة طريق ويعني طريق صائب لتعديل الكثير من الأخطاء في الوزارات سواء كانت إدارية أو إذا كانت مثلا مالية وهذا طبعا يؤثر سلبا على ارتفاع الدين العام والاختراض من الخارج الذي سيتم بموجبه تنزيل تصنيف البحرين الاعتماني في العالم وسيؤثر سلبا كذلك على قيمة الدينار البحريني في المستقبل لم يكن القريب في المستقبل يعني البعيد فنحن في مجلس النواب طبعا لا يرضينا هذا الشيء ونحن سنقف إن شاء الله في وجه هذه التجاوزات وسنقوم باستجواب الوزراء سنقوم باستجواب الوزراء الذين تجاوزوا أو قاموا بهذه المخالفات الدستورية نحن لا نقول تجاوزات مالية بل نقول تجاوزات دستورية لأنها تؤثر على سير عمل البلد بأكملها ويؤثر على المواطن بشكل عام وأقر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير كما توافق الأعضاء على ضرورة التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة وتقليل نسبة الاقتراض من الخارج قدر الإمكان مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل عن طريق شراء سنادات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط وبما يعود بالفائدة على هذه الصنادية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين